ينضم إلينا من نيويورك ألبيرتو برنال كبير الاستراتيجيين في الاستثمارات أكس بي أهلا بك ألبيرتو تعالى نتحدث بداية عن التحول إلى الطاقة الخضراء وأصبحت الأسهم التي تنتمي إلى هذه الطاقة البديلة والجديدة تضاهي أسهم التكنولوجيا لجهة أسهم النمو بحسب ما رأينا في تقرير جودمين ما رأيك؟ أولا من المهم أن لا ننصى أنه نعم سوف يكون هناك دعوت تدخمي نتيجة للانتقال من اقتصاد النفط إلى المزيد من الاستدامة وأيضا استخدام التاقة المتجدد ولكننا يجب أن نرى أن ذلك سوف يؤثر على الاقتصاد أخذ بالحسبان الضرائب الكربونية فمع كل تدبيق هذه القيود سوف تكون هناك دعوتات تدخمية ولكن الأسعار سوف تشمل هذه الدريبة الكربونية فهذا أمر يجب أن نخذه بالحسبان لماذا؟ لأنه في حال كان هكذا فليس هناك أي سبب للمصارف المركزية لرد على هذه القضية فهذا حديث مختلف بالمقارنة مع ما يحدث الآن مع مجلس الأحتيات الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى التي تم إجباره على بداية فرض المزيد من القيود على أسعار الفائد بسبب التدخم الذي نراه الآن فلذلك نبا اعتقادي أن هذا موضوع مختلف ويجب أن يلقي رد مختلف من قبل البنوك المركزية بالنسبة الآن التدخم إلى أي مدى هو يدفع باتجاه هذا الاستثمار أو هو أحد أسباب الذهاب باتجاه الطاقة أتحول إلى الطاقة الخضراء قد لا أقول أن هذه الأزم سوف تستفيد من التدخم ولكننا يجب أن ننسى أن أحد الأشياء التي سوف تكون على الأرض هو سرعة اضطرار العالم إلى التكايف في هذه المعركة ضد تخيرات المناخية فإن ذلك سوف يولد حجم كبير من الاستثمارات في هذه الأزم للتاقة المتجددة البديلة فإن ذلك سوف يسبح بمثابة المحركة الأساسي من حيث الاستثمار لكون الناس سوف ينتقلون إلى هذه القطاعات لكي نرى الكثير من الاستثمارات من الوليات المتحدة أو الدول النامية والصين أيضا بالإدفة إلى الدول الأخرى الكثير من الشركات أيضا تحاولوا أن تفعل كل ما يلسم لمكافحة التغيرات المناخية فإن هذا سوف يسبح مصدرا للنشاط للاستثمار خلال السنوات المقبلة فإن المستثمرين يجب أن يشاركون في ذلك فالأموال سوف تتفق إلى هذه المصادر فبما أن ذلك سوف يحدث فإن الردود من المبنوك المركزي ومن الأسواق سوف تكون مهمة جدا فبغية للإجابة عن هذا السؤال نعم أعتقد أن هذه الأزهم لتاقة المتجددة سوف تجهد المزيد من الاهتمام في السنوات العشر المقبلة يعني بإمكاننا أن نسميها أسهم النمو في العهد الجديد تحدثت عن أن هناك حجم كبير من الاستثمارات سيذهب في هذا الاتجاه عندما تذهب الاستثمارات في اتجاه أسهم الطاقة الجديدة والطاقة المستدامة من درب أي القطاعات نأخذ نحن في هذا يعني أي القطاعات ستقل الاستثمارات فيها من الواضحة بالرغم أن أحد الأشياء التي نعتمد عليها في شركتنا أكس بي هو أن قطاع التاقة سوف يكون أحد أكبر المنتصرين في 2022 ونتحدث أيضا عن شركات النفط ولكن من المحتمل بما أننا نتطور في السنوات المقبلة 2024-2025-26 فإن حجم الاستثمارات التي ستنتقل إلى القطاعات التقليدية سوف تنخفض ولذلك نظن أن هذا سوف يحدث ولكن ليس في هذه السنة وحتى في 2023 أعتقد أن هذا سوف يترأ في سنوات المقبلة فبرأي قد يكون هناك انخفاض للإهتمام بالمصادر التقليدية التي تقوى أن يتحدث عن الكربون وعن النفط وعن الغزي التابعي أظن أن هذه القطاعات سوف تتأثر سلبيا بهذه الانتقالات بما أن العالم سوف يعترف بدرورة الوصول إلى الطريقة الاعتماد على الطاقة المتجددة فإن ذلك سوف يحدث وليس في 2022 ألبرتو برنال كابيرو الاستراتيجيين في أكس بي للاستثمارات كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك